بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتعلم مع بعض النهاردة مهارة جديدة وهي مهارات معينة وطباعة المنشور. أول حاجة نتعلمها هي معينة المنشور قبل الطبعة. لو مثلا جينا فتحنا منشور ده هيتم الضغط على منشور واحد مرتين هلاقي هنا طبعا المنشور راحنا عملناه. هيتم الذهاب إلى قائمة ملف ثم اختيار الأمر معينة قبل الطبعة بحيث اللي نشوف المنشور قبل الطبعة. طبعا منشور كده في مشكلة هيتم الإغلاق واختار منشور غيره على السن ده طبعا غيرنا في الحجم بتاعه وحصل في مشاكل هنجيب منشور من خلال ملف وجديد نجيب مثلا بطاقات تهاني واختار مثلا مثلا دي ويتم الضغط عليها ظهر لي هود بطاقة جديدة هروح بقى لقائمة ملف ويتم الضغط عليها واضغط على معينة قبل الطبعة. طبعا هلاقي هود المنشور ظهر لي بالشكل اللي قدامنا ده. وهنا طبعا ده اربع اوجه يعني هنا وجهان سوري ده يعني الوجهة الامامية ودي الوجهة الخلفية للمنشور ونفس الفكرة هنا وجهة امامية وجهة خلفية للمنشور. كده بالنسبة لي الامر الخاص بي معينة قبل الطبعة يتم الضغط على اغلاق وكده انتهينا من الجزء التاع معينة قبل الطبعة. اشتركوا في القناة